اشتركوا في القناة مع الخلفي في ابريل 2017 وعشناها مع الرميد في اكتوبر 2019 وهذا الوزارة اللي كان شدها او عرض عليها بالنياب دياله الحزب بي جي دي ماشي الغرض دياله انه يجود النصوص الشريعية انه يحرص على اخراج المقصرحات والمشاريع ديال القوانين اللي قد تخدم المصلحة العامة ديال الشعب المغربي اللي باش يفراني النصوص اللي لا تتماشى مع المصالح دياله الى جي شي مقترح من عند مجلس النواب لفائدة الشعب المغربي غنحبسوه ولا جي شي نص يتماشى مع الاهداف دياله انا كحزب هديك الساعة انا يا غاد نخليه يدوز الى اخيره ولاش دينا يعني من الحصيلة من دستور 2011 شحتل دابا فهد ثماني سنين غلقوا الاطمان ديال النصوص القانونية اللي مجمدق وراكدق في مجلس في مجلس النواب طيب يتلحام المقام هنا ما كيسمحش باش نقولوا هذه النصوص كاملة ولكن لاخدنا احنا هيرهد الولايات الشتاعية الحالية دابا فهد المصف دياله دياله تقريبا مئة وستين قانون وهد مئة وستين قانون من هاتمانية للاصل دياله مجلس النواب يعني ثمانية دياله مقترحات والشي الاخر كله جاي من عند الحكومة وهنا تقلبات الاياغ معرفينش كلك يشرع واشي البرلمان وليك يشرع وليك يشرع وليك يشرع وكتنفذ حيث هاتمانية المقترحات اللي خرجوا من مجلس النواب يعني لا يمثلون الا 4.7% من المجموع من المجموع العام بمعنى ان الكلفة ديالهد المقترح اللي قسمنا هاتمانية على ثلاث سنين كيعطينا جوج فاصيلة استق يعني مقترح في العام بمعنى ان كل مقترح صادق عليه مجلس النواب كيكلف نحنا كمغاربة حوالي 29 مليار بالنظر الى ان الميزانية ديال الغرفة اللولة والغرفة الثانية كتطيح تقريبا بواحد ثمانية مليار ديال السنتيم وهنا كما قلنا يعني اللائحة طويلة ديال النصص القانونية كان حوالي 104 ديال النصص القانونية اللي المصدر ديالها مجلس النواب ومجمداها الحكومة مبغادش دوزها علاش لان ما كتخدمش الافوق ديال الخوانجية هل نعطوا امثيلة كان القانون ديال السعادة الاضافية هاد الحدف دياله المطالبة ديال الشعب المغربي كيطالب الحدف دياله مبغادش الحكومة دوزو هاد القانون كان قانون ديال الجمع بالرواتيب يعني كيفاش انت كمنتخب كتاخد تعويض محلي وتاخد تعويض انت منتخب جيهوي وتاخد تعويض انت نائب برلماني يعني هاد الجمع مبين الرواتيب كين قانون راقد في البرلمان لكن ما بنلاش دوزو الحكومة لان ما شه نصلحتهم لان اغلب المنتخابين في الجiamiات ديالالب البيجيدي وأغلب المنتخبين في البرلمان دي البيجيدي وأغلب المنتخبين دي الجهاد دي البيجيدي والحكومة مسيطرة عليها البيجيدي إذن هذا ما غيخدمش الريع وما غيخدمش التسمين دي المنتخبين دي أنا غادي نجمد نجمد هذا النقاط القانون كان قانون خر ألا وهو الإيجازة دي الأمومة كنعرفوه بأنه هذا مطلب دي النقابات ومطلب دي النساء العاملات في الإدارات وفي القطاع الخاص يعني يعوض من تريح الأم منك تولد 14 أسبوع كان مختلح قانون يقضي برفع من هاد الحصة إلى 16 أسبوع باش لأم ترتاح وباش تضري لتزاد يشبه حليب من عند عند أمه الحكومة ما بغادش هذا القانون لنما يخدمش المصاريع ديالا حيث ما عندهمش يعني حضور نقابي وبالتالي هما الحاجة اللي ما عنديش فيها حضور ما عندي من ما عندي من دير فيها كان القانون دي هاد الفوضى اللي قاعة الحفلات كان قانون دي هاد الفوضى دي سيارة الإصحاف كان قانون دي هاد شي دي الاراضي للدولة والفوضى اللي فيه يعني يعود من جمعها في واحد المؤسسة أو هيئة يعني بغاد الغموض يبقى باش أن الحكومة الدير اللي بغاد في هذا الاراضي العمومية كالقانون دي المفوض القضائي المملكة ثم كالقانون دي المحاسابين المعتمدين واللائحة طويلة اللي بغال مزيد من التفاصيل يكفي أنه يدخل له سيد دي المجلس النواب وغاديشوف هاد المقترحات المجمدة التي كما قلنا تتجاوز ميت ميت مقترح وهنا يعني هذا الطعن يعني عن طريق يعني ويزارة في علاقة مع البرلمان والطعن للحكومة في المؤسسات الشريعية را ماشي وريد اليوم را يعني واحد الممارسة متأصلة في الجينات دي البي جي دي ما ننسوش اش كان كيدير يعني بن كينا مني كان رئيس حكومة كان كيتبورد في المجلس النواب في مجلس المستشارين كان كيبخص المؤسسات الشريعية عوض انه يكون يعني كموقعه كحكومة يرفع من المستوى الشريعي هو كان كيزيد يبخص صورة الشريعية الصورة دي المؤسسة الشريعية عند المواطنين علاج باش البلاد ينفر من الحيث سياسة وينفر من المؤسسة البرلمانية باش لما يأتي اليوم دي الاقتراع حتى وعدنا غاديمشي يصوت على الأحزاب وغاديكينا واحد الكومشة اللي هي يعني تدور في الفلاك دي البي جي دي هي اللي غدا تمشي تصوت في الانتخابات وبالتالي نجدد يعني تمكين يعني هاد الحزب من تحكم في المفاصيل دي الدولة وفي المفاصيل دي الإدارة وفي المفاصيل دي القرار على المستوى المغربي وهاد شي خاصة يوضع لي حد علاش لانه البرلمانيين يعني دوي عليا وجعلية الى كاد الحكومة كتفرمل المشاريع ديالكم او المقترحات ديالكم عفوان ركينا واحد المقتضى في القانون في الفصل اتين وثمانين تيقول بانه يجب ان تعقى هذا جلسة ولو مرة في الشر لدراسة المقترحات الى حد الان هاد الفصل تزاد مية من الفين وحضار شيلة يومنا هاد لم يسبق لي اي مجلس ذي النواب في المغرب ان طبقه ورغم انه حق مشروع وحق دستوري اذا احنا ما غليش نقوم تسنوه في الحكومة باش تجود الممارسة الشرعية احنا ما نقوش تسنوه في الحكومة باش تخرجنا النصوص لفائدة الشعب المغربي خاص مجلس النواب وإلا غادي تسمى مساوطة مع الحكومة خاص يفعل هذا القانون ويعقد جلسة خاصة لدراسة المقترحات بغادي تجي الحكومة تحضر مرحبا ما بغاش تجي غادي تكون امر الواقع وديك الساعة القانون غادي يخرج وتنشر في الجاردة الرسمية اشتركوا في القناة